يعني أنت لمست تقريبا شيء معين عن السؤال كنت عاوز أسألك فيه عن الحلول الكتابية المسيحية لأنه هذا وغرض البرنامج طبعا موصل يعني رسالة الرب ففيه أكيد حلول كتابية للإضطرابات النفسية فيه حلول كبيرة بكبر هذا الكتاب لأنه كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا لأنه ليس بالخبز وحده يحي الإنسان بل بكل سفر لا بكل إصحاح لا بكل آية لا بكل كلمة تخرج من فم الله هيما أنا أعرف على حياة الشخصية كنت مضطرب مهموم منزعج وقرأت أي كلمة في كلمة الله بحال معينة اجتازها فلان أو تعليم وشعرت وكأنه الله يعني أكبر أكبر إبرة مهدئ أو غيره ما بتعمل عمل هذه الآية فإذن الحل إذا كان جسدي إذا كان مشكلة هذه الطاولة التي الرجل اللي انكسرت جسدي لازم عالج جسدي ممكن يكون بالطعام الصحي بالرياضة بالدواء بالراحة إذا كان العلاج فكري يجب أن يغير طريق التفكير ولكن بكل الأحوال الله هو جزء من المشكلة إذا جزاز تعبير أو الأمور الروحية جزء من المشكلة وأكيد الله هو الجزء الأكبر في الحل كيف؟ واحد أعطي بعض النصائح العملية الروحية بعدين بعض النصائح الليهوتية الروحية أعرف أن الله سيد نبدأ من هنا الله سيد نحسيها يتحكم بمجريات الأمور في حياتي ليش عم بيصير معي هاك؟ فرق كبير إذا روضت فكرك اليوم ليه عم بيصير ليه زوجتي هاك؟ ليه زوجتي هاك؟ ليه ابني مريض؟ ليه ابني مريض؟ ليه ابني مريض؟ إذا هاك فكر كل يوم بعد أسبوع بتنهار أعصابي لك إذا قلت له أشكرك يا رب وضعت شريكتي في حياتي يساعدني أن أبذل نفسي لأجله كما أنت بذلت نفسك لأجله ابني مريض أشكرك يا رب بده يعيش سنة سنتين عشرة أنت حطيتني كون خادم كما أني أنا مريض يا رب وأنت تطيل بالك علي تريد أن تتمجد أعطني سلامك يا رب فإقبل أنك أنت كأنسان ممكن تمرض والمرض أو الضعف أو المعاناة أو المصيبة جزء من حياتنا البشرية إقبل لا تكون متواهم أنا مؤمنة صرت فوق الظروف وفوق الفقر وفوق المرض وتعرف النمط من التعليم الرائج هذه الأيام لهو جميل ويجد بالمستمعين لكنه مش صحيح ومدر على المدى البعيد إذا عندك أحد أقربائك في بيتك الفط نظره في محبي أنه ربما أنت تعاني منه أنا مرات تير بإلى زوجتي مرتي أنا معرض تحت وطقة الضغوطات الحياة والخدمة بيوم الأيام يعني اخسرت لوزي أو افق طبعي أو إذا بتشعري كلامي أو تصرفي أو أفكاري غير صحيحة أرجوك بسبب محبتك لي أنذريني وأقولي لي بإني أنا عندي مشكلة أروح أشوف طبيب فإقبل أنك تزور طبيب إقبل أن تأخذ علاج معين كلم الآخرين في محيطك بإنه عندك عندك هذه المشكلة لا يعرف كيف يعملوك وربما هم محتاجين يروح يزور الطبيب أيضا أنا كنت واتلرحت لتخرج من يعني بشاتة الدكتورة بالكلية المسؤول عن الاختصاص اللي أنا درسته كانوا يفعا بيقول أنا عندي هذه الحالة العصبية حالة عصبية معينة ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder هذا الشخص ما بقدر يضبط نفسه وقال أنا بأخذ علاج طلعت لو عندنا في العربية بخبوه وأحدا يعرف هذا أستاذي وهو قال لنا عن مشكلته خلينا نكون واقعيين في الحياة غير نمط ظروفك غير نمط حياتك وإن لم تستطع أن تغير ظرفك غير نظرتك لظرفك مرة قلت لشخص كان مكتئب جدا ومتوتر جدا قلت له أخي عندي لألك هومورك بكرة من وقت اللي بتصح خد وراء وقلم قلت للمسه بكرة كل ما تتذكر مشكلة في حياتك أو ضعف أو شيء سيء بمحيطك بحياتك بجيبتك بصحتك بمرتك بابن عمك بالبلد بالبرد بالتلج اكتبها كل ما تتذكر واحد تاني اكتبها لكن اقرأ اللي قبلها للمساء فقط وقل لي ماذا ستشعر تقول له النهار اللي بعده قال لي عمنا أكتبها من هلأ اكتأبت تقول النهار اللي بعده قول هاودي لو اجو على فكرة قول هاودي طبعا بارح اليوم انا رح اعمل العكس من الصبح اول ما افتح عيوني اقول الهي حي يحبوني اكتبها يسوع مات لأجلي وانا مقبول فيه انا ابن لله انا ظروفي وقتية مهما طالت الحياة الابدية لي وتذكر البركات في حياتك نحن نقول النصف المليان الكبين قول فيه برد لكن عندي الشفاج في البيت قول انا مالي محدود يعني امور المالية محدودة ولكن انا عندي سقف فوق بيتي يقول قلت له خبرني بالمسا شو بدك تشعر كيف نوجه افكارنا لأجل ذلك بقول آية كتير حلوة بفليبي اربعة آية علاجية نقرأها مع بعض اظن انه تدقل نقترب من نهاية الحلقة ايوان فيه دمنا بقول بولوس الرسول فيه فيليبي اربعة ودبل تمانية انا هيك بحفظ الايات اربعة تمانية اخيرا نهاية رسالة فيليبي هي رسالة الفرح ذكر فيها كلمة الفرح والسرور ومشتقاتة خمس وعشرين مرة بأربعة صحات وبولوس الرسول كتب هذه الرسالة من السجن بدهاليز روما ومربوط بسلسلتين كتب قال اخيرا يا اخوتي كل ما هو حق بالاخر بقول بهذا يفتكروا فكر بكل ما هو حق للمرات تتير نحن نفكر بأمور مش حق انا اجت اخرتي بكرة ما رح يطلع علي العالم سينقلب كورونا رح تقتلنا مش صح كل ما هو جليل لانه قات تير منفكر بأمور دنية تليتي كل ما هو عادل جست كل ما هو صح اربعة كل ما هو طاهر كل ما هو مصر شي بفرح فكر بالايش بتفرح كل ما هو صيته حسنا ان كانت فضيلة ان كان مدح بريز مش انت يا ولد بشكر الله عطاني اياك هذه يفتكروا موضوع تدريب الفكر وقبول مشيط الله في حياتنا انا عارف انه الوقت ازف اسيس نيكولا بشكر رب من اجلك و بصلي من اجل خدمتك وعاوز اقول لكل المشاهدين فيك تشاهد الحلقة كمان على الفيسبوك اذا بتحب تعرف اكتر وانا بتأكد انه الحلقة يمكن ما وفينا حقها لانه واضح انه في لسه كلام بصلي من كل قلبي اذا انت فعلا بتعاني بتمر اذا عندك اسئلة بتحب نوجهها للأسيس نيكولا هو كمان متخصص في هذا الموضوع بكل سرور اذا ما عندك مانع نحول اسئلة المشاهدين لالك في هذه الحلقة لكن عاوز اقول احبائي غرض الله انه نعيش بالسلام نمتلق بالفرح نغمر بحضوره نتمتع بحياته وبعدين احنا عم ننمو في الرب يوم بعد يوم احنا مش كاملين غاية الخلاص هو ان نكون مشابهين صورة يسوع هو مثالنا هو كمالنا هو جمالنا احنا نحاول نتشبه بالرب يسوع المسيح الرب يباركك